أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص والمواقع الإلكترونية بشكل عام مصرد هديد كبير لخصوصية المستخدمين سواء من قبل الشركات أو الحكومات أو مختلف المنصات يعرف التجسس الإلكتروني بأنه طرق لاختراق المواقع وصرقت بعض المعلومات التي قد تكون في قائمة الأهمية والخطورة للطرف المتلقي والطرف المسروقة منه وبحسب موقع تيك رانش فهناك قائمة طويلة من الحلول للحد من مخاطر انتهاك الخصوصية اليومية عبر الإنترنت وحماية النشاط الرقمي من أعين المتطفلين ومع تعدد الوسائل التي تستخدم لعملية التجسس المعلوماتية لجأ نحو ربع مستخدم الشبكة العنكبوتية لاستخدام ما يعرف بالBPN وهو عبارة عن إعداد برمجي ينشئ اتصالا آمنا ومشفرا للبيانات بين جهاز المستخدم وجهاز ما يعرف بالخادم والذي يزوده بالخدمة وهناك خاصية الاختفاء على الإنترنت وذلك عن طريق وضع شريط لاصق على جميع كاميرات الواب ومن بين الوسائل المستخدمة للحد من انتهاك الخصوصية استخدام مطبيق HTTPS الذي يمنع المتطفلين من الدخول إلى البيانات عبر تشفير جميع صفخات الإنترنت التي يدخل عليها المستخدم هناك كذلك برنامج منع التتبع حيث تتصدر عملية التعقب قائمة أسليب الاختراق وانتهاك الخصوصية هذه الأيام فضلا عن برنامج منع الأعلانات وذلك لأن معظم الأعلانات يتم تحميلها من خوادم الجهات الخارجية التي تتعقب المستخدم عبر مواقع متعددة ورغم أن بزغ مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها عالميا ارتبط بتعزيز قيم الحرية والتواصل والحق في التعبير يرى البعض الآخر أن المراقبة باتت ضرورة ملحة في ظل الاستخدامات غير القانونية لها فضلا عن استخدامها من قبل حركات إرهابية لأغراض الدعاية والتجنيد